تقترب الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية من التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 17 عاماً إذ أعلنت جانبان إحراز تقدم كبير في محادثات السلام التي رعتها باكستان في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي لكنهما نفيات توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهو شرط أساسي لواشنطن فيما تعتبر طالبان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان شرطاً لأي تقدم في وقف إطلاق النار إعلان التقدم في المحادثات بين الطرفين جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماء خليل زاد الذي قال إن واشنطن وطالبان توصلتا بعد لقاءات على مدى ستة أيام في الدوحة لمسودة إطار عمل يجب إتمام العمل على تفاصيلها قبل أن تصبح اتفاقاً وكشف خليل زاد أن هناك تقدماً كبيراً بشأن العديد من القضايا وأنه حصل توافق كبير بشأن مادتين من فصلتين لم يفصح عنهما لكنه بات معروفاً أنه ما حول خروج القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان وقطع طالبان علاقاتها مع كل التنظيمات المسلحة لا سيما تنظيم الدولة والقاعدة وفي السياق نفسه وصف وزير الدفاع الأمريكي الجديد باتريك شانهان المحادثات مع طالبان بالمشجعة لكنهم تنعى عن الرد على سؤال حول احتمال انسحاب نصف القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان وهو ما يريده ترامب وفقاً لمسؤولين أمريكيين وإثر تصريحات زاد وشانهان تصاعدت التساؤلات عما إذا كانت الجهود الأمريكية الحالية تدخل في سياق السعي لحل حقيقي في أفغانستان أم أنها محاولة للخروج من المأزة خصوصاً في ظل إطار استراتيجية ترامب المبنية على لم شمل قواته المسلحة وأخراجها من جبهات القتال المتناثرة والحروب كما في أفغانستان علاوة على محاولة لتطبيع علاقات واشنطن مع طالبان بعدما عجزت القوات الأمريكية والقوات الدولية عن القضاء على الحركة عسكرياً وارتفاع تكلفة الحرب الأفغانية بشكل كبير كما يطرح الحديث الأمريكي عن تقدم المحادثات مع طالبان تساؤلات كبيرة عن أسباب الاستعجال الأمريكي للانسحاب من أفغانستان وشكوكاً حول مستقبل البلاد والحكومة الأفغانية المستبعدة من المباحثات القائمة في ظل إصرار طالبان على رفض التفاوض معها